الموت بغرات جوية تلقيها طائرات روسية فوق المدنيين أو الموت جوعا من حصار فرضته قوات النظام على أحياء مدمرة هي حال أكثر من 300 ألف مدني يعيشون في حلب حال المدنيين في أحياء حلب نكبة أو محرقة أو حتى مقبرة للأحياء يحار المعجم الإنساني بمفرداتها أما صد العالمي فموجة أخرى من القلق ستيفان ديمستورا المبعوث الأممي إلى سوريا قلق من الوضع المتدهور في حلب وخاصة الإنساني فقد حذران الوقت ينفذ قبل أن تتحول حلب إلى أكبر منطقة محاصرة في سوريا وما يزيد هذا الوضع سوءا هو أن الصلع الأساسي في المنطقة لا تكفي سوى لمدة من أسبوعين إلى ثلاثة قلق آخر في أوروبا حيث دعت فرنسا وبريطانيا رسميا حلفاء سوريا إلى إنهاء حصار حلب مؤكدتين أن روسيا وحدها يمكنها إقناع النظام بوضع حد للحرب حيث أفد وزيراء خارجية فرنسا وبريطانيا في بيان مشتركة أن حصار هذه المدينة حيث يعلق حوالي ثلاثمائة ألف شخص يجعل من المتعذر استئناف مفاوضات السلام الوضع في حلب لا يبشر بالخير فقد نفذ الوقود من أحياء المدينة خلال عشرين يوما من الحصار وتوقف بنفاذه كثير من سيارة الإسعاف والدفاع المدني وآلياتها إضافة إلى عشرات المخابز التي تعاني أصلا من ندرة طحين القمح وضع دعت من خلاله اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى هدنة إنسانية عاجلة في المحافظة مؤكدة أيضا على ضرورة حماية السوريين سواء اختاروا المغادرة أو البقاء بالمدينة وذكرت اللجنة الدولية في بيان أن كل الأطراف المتحاربة يجب أن تسمح لوكالات الإغاثة بالدخول وتقييم احتياجات المدنيين ففي حلب كلمة السلام غير معروفة أمام صوت القصف والاشتباكات ونداءات استغاثات الجرحى والجوعى فهل حلب على موعد مع الأسوأ بعد كل المآسي التي عشتها الله لا يؤكد